اشتركوا في القناة ودراسة طلبات التوظيف وتقديم المقترحات اللازمة للإسراع في عملية توظيف العاطلين من فئة الشباب وعلى ضوء هذا التوجيق قامت وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد بالتواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برئاسة سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان لتشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين وعمل الإطار التنفيذي له بما يتناسب مع استجابة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وتطلعات الشباب وسيقوم فريق العمل المشترك بدراسة طلبات التوظيف وتقديم المقترحات اللازمة للإسراع في عملية العاطلين من فئة الشباب والاستمرار في تطوير البرامج والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لإدماج الخرجين في سوق العمل بالإضافة إلى الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص في عملية التوظيف على أن يقوم فريق العمل برفع تقريره الدوري حول الأعمال المنجزة في الدراسة وتقديم الحلول لتوظيف العاطلين من فئة الشباب لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة